هذا يعلمني برمجة يجب أن يعلم برمجة أي شخص يتفرج البرمجة دعوني أعرفكم على روبوت الفوتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وهذا هو الفوتون روبوت تطورت الفكرة للروبوت لتعليم البرمجة وجدت من عام 2018، أعطيكم عن تاريخ ولكن المهم هذا الروبوت مع التطبيق الخاص فيه أو مجموعة التطبيقات تستطيع أن تمر بمراحل كثيرة لتعلم البرمجة من البرمجة عادية إلى احترافية لم يكن مقتصر فقط على الأطفال لأنني وجدت أن هذا الروبوت يستطيع أن يتعلم مع الأشخاص الذين يريد أن يتفهمون أنه ليس مبادئ برمجة نفسها كيف أستطيع أن يفهم ووصل فكرة البرمجة لأي عمر وفي أي مكان فوتون روبوت يضبطها فوتون عبارة عن روبوت موجه للأطفال يهدف إلى تعليم البرمجة بطرق مريحة وبالتدريج وكذلك مناسب للكبار الذي يريد أن يتعلموا البرمجة أيضاً بداية فكرة فوتون كانت مشروع كيكستارتر وجدت الكثير من العجاب وضبطتهم من المشروع وبعدين حتى المشروع حصل على دعم الاتحاد الأوروبي وصار موجود على أرض الواقع فوتون يعتبر واحد من أفضل خمس روبوتات في العالم لسنة 2018 حالياً انتشر بشكل جيد في أوروبا وأمريكا وسنغافورا وفي الشرق الأوسط متوفر بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية فوتون يمتلك حساسات ومستشعرات تساعد في التفاعل مع الأطفال لتعليم البرمجة فعلى سبيل المثال يمتلك حساس لللمس وحساسات تتعرف على الضوء والصوت ويمتلك سبيكر إضافي وأيضاً يمتلك حساس للمسافة وحساس آخر للحواجز ويمكن هذا الحساس فوتون من المشي على طريق هناك خط أسود لو برمجته على هذا الطريق يعني يضع لك شترطون أسود على الأرض ويمكن يتبع هذا الشترطون هناك مجموعة حساسات ومستشعرات وأيضاً مع التطبيق سيكون لديك وعي أكثر لإدارة الروبوت نفسه ستخذ في البداية مجموعة من المراحل خذتها شخصياً وتأخذ بعض النقاط وتأخذ بعض الوقت وأيضاً تكتسب بعض المهارات منها تعرف كيف تتحكم بهالروبوت وتسوي كود للبرمجة كود البرمجة من خلاله تتمم مهام وعلى التطبيق الذي تستخدمه تتمم أشياء أكثر سنتعرف على بعض التطبيقات فوتون ينربط على الجوال أو حتى على اللوحي عن طريق البلوتوث يوفر مجموعة التطبيقات بشرح مجموعة فوتون روبوت هو عبارة عن لعبة تعليمية من خلالها يتعلم الطفل التفكير المنطقي وفن الأولويات التي تساعده في حياته العملية للتعلم خطوة بخطوة وبالتدريج وبشكل ممتع عن طريق عشرة مستويات محددة وكل مستوى يوفر عشرين تحدي والنتيجة هي الوصول بالمستخدم من السكراتش إلى احتراف التكويد والهدف الأساسي جهاز فوتون واحد يستخدم لأكثر من طفل في البيت لأن كل طفل يتعامل بالبروفيل الخاص فيه اللي هو الملف الشخصي الخاص فيه مع نفس الروبوت وللعلم ترى بعد كل مجموعة من التحديات الروبوت يوقف اللعب مدة مئة دقيقة لماذا؟ عشان الطفل يستوعب الأشياء التي تعلمها وما يأثر عليه استمرار اللعب لمدة طويلة على نفس فوتون وهناك تطبيق ثاني اسمه فوتون كودينج وهو بشكل عام تمرين للأشياء التي تعلمها الطفل في تطبيق الفوتون روبوت وكذلك يمكن أن يستخدمها المحترفين والكبار في تعلم التكويد مدعومة اللغة العربية الإنجليزية هي خمس لغات كاملة مدعومة على نفس هذا الفوتون الفوتون روبوت مع موقعه والتطبيقات ما زالت تطور وهذا الأمر من يوم ما بدأ المشروع حقهم لا يبهبه وانتهت أبداً ما زالوا يطوروا المنظومة في مجتمع كبير لهذا الروبوت ويمكن هذا الروبوت يكون مدخل لابنك او ابنتك انهم يتعلموا البرمجة بشيء جداً سهل او بأسلوب سلس وسهل التابع معهم من خلال التطبيق ومراحل التطور مع البرمجة اكثر من مئة ساعة وستجدهم استفادوا منه باذن واحد احد وكما قلت في بداية الفيديو حتى الكبار سيستفيدوا ويتعلموا المبادئ الأساسية في البرمجة فوتون يدعم الكثير من لغات البرمجة مثل مايكروسوفت وغوغل وبايثان وكمان اي بي ام واتسون فوتون يتوفر بحزمتين الأولى للاستخدام المنزلي والثانية للتعليم لذلك يوجد تطبيق اخر هو الفوتون ايديو وهو مخصص لهذا القطاع حزمة التعليم توفر منهج كامل لتعليم البرمجة للطلاب ابتداء من المرحلة التمهيدية الى المرحلة الثانوية وتشمل مجموعة كتب لمختلف المراحل للمدرسين وتأتي بسجادة تفاعلية مع دنجل يو اس بي وتقدر من خلالها ان تربط حتى ثمانية اجهزة فوتون على جهاز كمبيوتر واحد اصدار المنزل من روبوت فوتون متوفر عند مكتب الجرير وكذلك متجر فوتون سعره حوالي 999 ريال وباقي العملات عندكم على الشاشة اما الاصدار المخصص لقطاع التعليم فهو متوفر عند نفس الوكيل الحصري اللي هو مقويات التقنية وحط لكم في وصف الحلقة تفاصيله هذا الروبوت ممتاز ويعطي اشياء كثيرة من ناحية البرمجة ومخصص لأهداف محددة فلا تتوقع ان هذا تأخذ الروبوت وتستطيع تسلع عليه وتنبسط هذا الشيء اللي انا لقيته رائق فيه ان الروبوت موجه للتعليم وايضاً لازم اذكر شيء جداً مهم نفس الروبوت متوافق مع مجموعة ادوات تعليمية زي لو تكلمنا على اللوح حق اللوح التعليمي اللي هو الانتراكتف بورد يسموه بل ايضاً مع نفس التطبيقات حق المايكروسوفت ميك كود انه اعمل كود ميكروسوفت موجود الجافا سكريبت البايثون والسويفت بلايجراوند حتى منظومة السكراتش اللي طلعت اصلاً الظهر في اوروبا وكان منها شيء اثراء للمحتوى كل بساطة يأتيك الجهاز سيأتيك الكابل الخاص للشحن يأتيك التعليمات ومالتعليمات هذا هو نفس الارشادات اللي هو الارشادات عشان تبدأ بسرعة وتستمتن في نفس الفوثن رابر بل ايضاً لو لاحظتوا على الصندوق واللقطات اللي طلعت وقالوا انه من عمر خمس سنوات الى غور стран وعمر التسعة وتسعين سنة لا ذكر erste واحد ما مخصص للأطفال نتكرم على امر مخصص للبرمجة äg sẽ ساند في البرمجة هو الصوت التي ض venderها تظهر ان اعم Roberts ile مرة اجلب وانتعني رابع psyديد ومتع بصراحة ادمان بدمان فلا بالواهم يكون Lif无واقع صغار قابلينwan يت Harlem ويتدربوا عليه او ناس مهتمين في البرمجة يتعلمون عنه هذه كانت نظرت على الفوتون رابط وضعت لكم الروابط والمزايا كلها موجودة في وصف هذا الفيديو فلا تفوتكم ونهاية الحلقة وكل حلقة وكالعادة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك حلو الواحد اقضي وقت بالتعليم لو شوية من وقته نراكم على خير